السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحابي أهلا بكم هيا بنا نتحدث اليوم سويا عن حكم فقهي هام وهو التيمم والمسح على الخفين فهيا بنا نبدأ تنزهت مع أبي قريبا في الخلاء لأنه كان قد وعدني بالتخيم في الصحراء ولقد استمتعت كثيرا بتلك النزهة وتعلمت فيها أشياء هامة منها أنه عندما حضر وقت الصلاة اكتشفنا أن الماء الذي معنا قد نفذ ولكي نحضر ماء آخر سنسير مسافات طويلة وسيضيع وقت صلاة العصر فقال لي أبي أن الإسلام قد رفق بأتباعه وأباح لهم التيمم وهو أن نستخدم التراب للطهارة بدلا من الماء في الوضوء وذلك في حالة عدم وجود الماء وهذا التيمم يتم بطريقة معينة فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه صدق الله العظيم من منكم يستطيع أن يخبرنا كيف يكون التيمم؟ أحسنتم يا رفاق الصالحين التيمم يكون بالمسح على الوجه واليدين وذلك كالآتي بأن نضرب بكفينا على التراب الجاف الطاهر ثم نفضهما ثم نمسح بهما الوجه مرة واحدة ثم نضرب كفينا بالتراب مرة أخرى ثم ننفضهما ثم نمسح بهما يدينا إلى المرفقين أحسنتم يا أصحاب الرائعين والآن يا أحبابي من منكم يستطيع أن يخبرنا؟ لماذا لا نتيمم بالتراب قبل الصلاة باستمرار بدلا من الوضوء بالماء؟ أحسنتم يا أصحاب الصالحين لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء ولأن التيمم يبطل ولا يصح إذا حضر الماء قبل أن ينتهي وقت الصلاة أما إذا انتهى وقت الصلاة فلا نعيد الوضوء ولا نصلي الفرض الذي صليناه بالتيمم مرة أخرى كذلك يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من خروج شيء من أحد السبيلين كبولا أو ريح أو غائط رائع يا أحباب المجتهدين حيا على الصلاة والآن يا أحبابي هيا لأكمل لكم ما تعلمته أيضا في رحلة الخلاء التي كانت مع أبي بعد أن تيممنا وصلينا العصر في جماعة جاء أحد أصدقاء أبي بالماء بعد أن أذن لصلاة المغرب فوجدت أن أبي وهو يتوضأ لصلاة المغرب يمسح على الخفين وهو كما تعلمون يا أصحابي الشيء المصنوع من الجلد الذي يستر الرجل إلى الكعب ووجدت أيضا أن صديق أبي يمسح على الجوربين بدلا من أن يخلع الجوربين والخفين ليمسح على رجليه فسألت أبي عن ذلك فقال لي أن من يسر الإسلام وسماحته أن أباح لأتباعه أن يمسحوا على الجوارب والخفين بدلا من خلعهما أثناء الوضوء وهذا لمدة يوم وليلة للمقيم في بلده غير مسافر ولمدة ثلاثة أيام وليلتين للمسافر الذي هو مرتحل خارج بلده وذلك لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل المسح ثلاثة أيام ولياليه للمسافر ويوما وليلة للمقيم وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل المغيرة بن شعبة يصب عليه الماء فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين رائع يا أصحاب المجتهدين وكذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسح على الجوربين لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين وهذا المسح يا أصحابي قال لي أبي عنه أنه لا يشترط فيه أن يكون الجو باردا مثلا أو أن يكون جسد الإنسان مريضا لا يتحمل الماء بل إن المسح على الجوربين والخفين لا سبب له في الإسلام بل هو مباح في وجود شروط منها أن يكون الخف والجورب طاهرين لا نجاسة فيهما أن يلبسه مال مسلم على طهارة أي وهو متوضئ أن يكون ساترين للكعبين أن يكون سفيقين أو غليظين حيا على الصلاة والآن يا أصحاب المجتهدين هل تستطيعون أن تخبروني عن كيفية المسح على الخفين والجوربين؟ نعم أحسنتم أنتم رائعون يقوم المتوضئ بالوضوء ثم إذا وصل لقدميه فإنه يبلل أصابع يديه ويمسح بيده اليمنى ظاهر خفه الأيمن أو جور به الأيمن مرة واحدة ثم يمسح بيده اليسرى ظاهر خفه الأيسر أو جور به الأيسر مرة واحدة أحسنتم يا أصحاب الصالحين والآن من منكم يستطيع أن يستنتج مبطلات المسح على الجوربين والخفين؟ أحسنتم أنتم رائعون مبطلات المسح على الخفين والجوربين خلع الخفين أو الجوربين أو أحدهما وبانتهاء مدة المسح رائع يا أصحاب الصالحين أنتم رائعون وبهذا يا أحبابي نكون قد تعلمنا سوياً أن الإسلام أباح التيمم والمسح على الخفين والجوربين وتعلمنا أيضاً أن التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء وأنه يكون بالتراب وتعلمنا أيضاً أن التيمم يكون بالمسح على الوجه واليدين بكيفية مخصوصة وتعلمنا أيضاً أن المسح على الخفين والجوربين يشترط فيه فقط أن يكون الخفان والجوربان طاهرين وأن يلبسهما المسلم على طهارة وأن يكون الخفان والجوربان ساترين للكعبين وأن يكون الخفان والجوربان غليظين وتعلمنا أيضاً أن مدة المسح هي يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلتين للمسافر وتعلمنا أيضاً أن المسح على الخفين والجوربين يبطل إذا انتهت مدة المسح أو إذا قام المسلم بخلع أحدهما أو كليهما من قدمه إلى هنا يا أحبابي نكون قد انتهينا من درس اليوم إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر